الخبر التالي مشاهدين معنا عبر شروق نت غيادات اسلامية بارزة تشارك في مسيرة الزحف الأخضر وغندور يعلق شاركت غيادات اسلامية بارزة في مسيرة الزحف الأخضر التي انطلقت في شوارع الخرطوم السبت أمس ورصدت عدسات الكاميرات النائبة السابق للرئيس المعزول دكتور الحاج آدم يوسفي مقدمة الحشود إلى جانب مشاركة البرلمانية الأشهر والسابقة أيضا سعاد الفاتح والتي جلست على كرسين متحرك وعطلت المنصة مخاطبة الحضور ورصد شهود عيان أيضا مشاركة لكل من رئيس المؤتمر الواطن الولادة الخرطوم والوالي السابق أنس عمر والقياد الإسلامي الناجي عبدالله والوالي السابق الهاجة فضل المولى كما ظهر الكاتب الإسلامي المعروف للأستاذ إسحاق أحمد فضل الله محمولا على الأعناق هذه إذن مسيرة الزحف الأخضر التي انطلقت بالأمش في يعني أنا أعتبره أنه هو أول خروج رسمي للتيار الإسلامي في جانب المعارضة إلى الشارع طيب دعني أبدأ بأنه يحمد للحكومة الانتقالية وبشقين الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي أنهم صدرهم بقواسع جدا ووفروا المناخ المناسب لقوة عند رأي فيما يحدث الآن في السودان أن تطلع وتعبر عن رأيها أنا أفتكر دي لابد أن نشير ليها حق الحكومة بمجلسينا مسألة مهمة جدا الأمر الثاني قطعا قوة إعلان الحرية والتغيير اللي بتدير البلد الآن ما بتمثل كل السودانين دعصته بدون جدال صحيح أنه هي القوة التي أزاحت بالنظام السابق وهي القوة التي حركت الشارع وهي القوة التي يعني الآن تدير البلاد لكن بالقضع إنها هي ما جاي بانتخابات ولا بتمثل الشعب السوداني في قوتان أخرى كثيرة جدا منتظر الآن نهاية الفترة الانتقالية وتزهر إلى الصناديق الاقتراع والمسألة المتاحة برضها لقوة إعلان الحرية والتغيير الآن أو للحكومة برضها محمدة إنها تجد على القوة السياسية الأخرى تعبر عن رأيها الشاهد في المسألة فعلا أنه أول مرة تخرج مسيرة زي دي وهي تناهض الحكومة الحالية أنا شايف إنه الهدف ليس يسقاط الحكومة الحالية دي ما حكومة انتقالية وعندها يعني تفويض لفترة وفق الوسيقى الدستورية لكن الهدف الأساسي إنه الحكومة دي تلتفت إلى أولويات المواطن خلال هذه المرحلة ودي مسألة ودي كانت الشعارات المرفوعة إنه والله في يعني احتياجات حقيقية جدا من أجل الشعب السوداني أطاح بالنظام السابق الآن ما زالت هذه المشاكل موجودة حياة المواطن نفسه تكلمت عن مواصلات تكلمت عن خبز تكلمت عن ندرة في الوقود تكلمت عن مشاكل حقيقية موجودة الآن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة دي المسيرة دي واحدة من الأشياء اللي بتشير لها إنه حق الحكومة تلتفت للأولويات بتاعاتها الثانية إنه لابد للحكومة أن تطبق الشعارات المطروحة أردلها فعاه حرية سلام وعدالة لابد أن تطبق على أرض الواقع تطبق كيف تطبق على كل السودانيين بدون أي انتقائية يعني أي سوداني مفروض يحسب الحرية والسلام والعدالة في ظل هذا النظام دي ما بيعني أنك إذا كان عندك بلاغات مفتوحة ضد قيادات سابقة في النظام السابق دار تعمل محاكماتك كلها هي متاحة الآن ومفروض الحكومة زادت تمشي فيها إلى الأمام الأمر الثالث إنه في مجموعة بالمناسبة من شباب الثورة نفسهم وعدات كبيرة جداً هي شاركت في مسيرة الأمس لأنه برضو بيروا إنه الأهداف اللي طلعوا ليها هي لم تنفذ بالقدر المطلوب ولعله الشعارات بتاع دماء الشهداء ولجانة التحقيق كانت ظاهرة جداً الحديث له هو حديث مربوط بالشباب اللي ضحوا بأرواحهم والآن هم دارين الحكومة دي إنها تغتصى لهم وتشكل لأنه تابعنا إنه أكتر من لجنة بتاع التحقيق يعني لم تصل إلى نهايتها حتى الآن لجنة الدكتور أديب برضا ما وصلت إلى نهايتها فأنا أفتكر إنه دي برضها من مكونات هذه المسيرة الإسلاميين لا بد أن يكونوا ظاهرين لأنه الآن ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق كان الحديث واضح جداً مستهدف به والإسلاميين بشكله الكبير جداً يعني مش حكاية المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية لا كلهم كانوا مغصيين فلابد إنه إذا كان في مسيرة للتعبير عن الرأي وإذا كان في مسيرة تتحدث عن ثغرات في الحكومة الانتقالية لا بد للإسلاميين أنه يكونوا موجودين أنا أفتكر المساحة الآن حق تكون السودان وطن يسعى الجميع وأن الحكومة الانتقالية دي يعني يكون صدر رحب أكتر مما هو عليه الآن وأنها تفتح الفرصة لكل من أراد أن يعبر عن رأيه أن يعبر بسلمية عالية جداً وأنه برضو تبتعد كثير جداً عن الإقصاء والانتقام والإبعاد لأنه لو تابعنا الآن المسيرة بنلقى كل الكلام هو فيه تصفية وتفكيك وانتقام وسهلات المسألة ما بتمشي به كده يعني القانون ده قاعد ممكن أن نتظم لك كل الأعمال وإنت لو بتتكلم عن حزب كان حاكم الحزب ده مجرد إنه قامت الثورة الشعبية دي خلاصة طاحت بيه من الحكم لكن الأفكار عمرها ما بتلغى أنا دار أرجعك يا أخ حسام لأنه الحزب الشيوعي لما انحلوه سنة 67 في الجمعية التشريعية هل الحزب الشيوعي اختفى من الساحة؟ الليلة بيقود البلد ضمن منظومة أخرى الجمهورين لما جعفر نيميري حكم بالإعدام على قايدهم الليلة موجودين في المسيرة يعني دار أقول إنه الأفكار دي أصلاً ما بتلغى ولا بتنتهي مع ليش الإسم والتنظيمات دي كلها ممكن تمشي وفي قانون بنظمك إذا لو عندك القانون الجنائي دي بنظم لك كل المسائل الخاصة بالمخالفات وعندك قانون تنظيم شون الأحزاب بنظم لك وجود المؤتمر الوطني كحزب سابق من عدمه فأنا أفتكر إنه حق الحكومة ترتب أولوياتها بشكل أفضل وتحاول يعني تستفيد من القطاع الواسع جداً من المجتمع السوداني لإدارة فترة انتقالية سليمة ومعافاة تخرجنا من أي أزمة وتوصلنا لمرحلة الانتخابات بشكل أفضل نعم